موسيقى 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 مساء خير انا اسمي دكتور احمد عدل العمراجي مدرس امراض القلب في كل الطب قصر العيني جامعة القاهرة انا تسألت النهاردة عن طرق علاج المختلفة بتاعة الزباحات الصدرية او الالم الصدر المتكررة فيه انواع كتيرة من طرق العلاج لزباحات الصدر او الازمات القلبية فيه طبعا اول حاجة الادوية وديه ادوية لا غنى عنها بالذات الادوية المزيبة للجلطات او الادوية المزيبة للدم زي الاسبرين واشباهو وفيه ادوية مهمة جدا تقلل الكوليسترول في الجسم في الدم وده بيقلل ترصبات الكوليسترول في الشرايين وبالتالي بيمنع ان الشرايين تدي اكتر من كده وتذبب ازمات قلبية اكتر من المريض بشتكة منها بالاضافة الادوية اخرى كتير جدا المهم جدا ان الادوية تتابع مع الدكتور ونمشي عليها بانتظام لان هذه الاساس بتاع علاج الازمات القلبية وزباحات الصدري رقم اثنين بعد الادوية فيه حاجات اخرى زي الاسطرة العلاجية والدعمات ودي حنراجئ لها في حالات الازمات الحادة او جلطات القلبية الحادة او لو الادوية مش جابة نتيجة لوحدها في تخفيف الالام بتاعت المريض او لو القصور بتاع الشرايين بتاع المريض نسبتها عالية جدا ودي بنكتشفها عن طريق الفخصات المختلفة زي المسح الزري وزي راس مقلب مجهود وخلافه الدعمات داية فكرتها انها بتبقى معدنية من 30 او حاجات شبه ل30 بتتحط جوه الشرايين التاجية بتفتحها على الاخر بتفتح الشرايين على الاخر وتمنع انها تضيق مرة اخرى وديت بتساعد الادوية لكنها مش بديلة الادوية مهمة جدا ان نفهم ان الادوية لا غنى عنها وان الدعمات داية حاجة اضافية مساعدة علشان نحسن حالة المريض اكتر واكتر يتبقى اخر حاجة وديه حاجة مهمة جدا هي طريقة الحياة بتاعت البني ادم احنا بعد ما اخدنا العلاج والعين بقى كويس او ركبنا دعامات والعين بقى كويس كتير جدا بيرجعوا نفس الحياة الطبيعية بتاعتهم واللي هي اصلا سببت الازمات القلبية في الاول وسببت دي الشرايين في الاول فمهمة جدا ان احنا نخلي بالنا ان الحياة داية هي اللي قدت في الاساس للمرض اللي هو بيشتكي منه ولو استمر عليها تاني هيجع المرض يتكرر مرة تاني وفي حتة اخرى غير المحطوط فيها دعمات والواجه يزيد اكتر من كده على المدى طويل ويبقى صعب جدا يعلاجه بعد كده الحاجات داية الاساسية هي السكر والضغط والكوليسترول المرتفع وعدم الحركة والمجهود والتدخيل فلازم نتخلي بالنا جدا لازم منوع التدخيل منع باتا للمرضى اللي عندهم الشرايين التاجية رقم اثنين السكر لازم يتضبط كويس قوي علشان برضو بيحساش ديق اضافي في الشرايين التاجية والضغط لازم ينزبط هو كمان علشان ما يمنع ان الديق دا يزيد اكتر من كده وكوليستور يقل في الجسم ولازم الحركة والمجهود لان هو دا اللي بيحافظ على الشرايين القلب والشرايين الجسم في صفة عامة من التسلبات والديق والسلالات على المدى الطويل شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة